فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية ومما يوضح ذلك أن كل ما جاء من التشبه بهم إنما كان في صدر الهجرة ثم نسخ ذلك أن اليهود إذ ذاك كانوا لا يتميزون عن المسلمين لا في شعور ولا في لباس لا في علامة ولا غيرها نعم هذا كما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقته للكتاب إلا فيما أمر بمخالفتهم فيه ولذلك كان لما قدم المدينة يوافقهم في بعض الأمور ومن ذلك القبلة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم لما استقر في المدينة ونزل تفاصيل الشريعة عند ذلك أمر بمخالفة أهل الكتاب ومن ذلك مخالفتهم في صوم يوم عاشورة بأن يزيد يوما قبله قال ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكتاب والسنة والإجماع الذي كمل ظهوره في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما شرعه الله من مخالفة الكافرين ومفارقتهم في الشعار والهدي نعم ثم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وتكامل الشريعة بوفاته صلى الله عليه وسلم استقر هذا الأصل وهو الأمر بمخالفة غير المسلمين من اليهود والنصارى والأعاجم والجاهلية والعراب وغير ذلك من أمور المشابهات المنهي عنها تقرر هذا وثبت واستمر بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وظهر هذا غاية الظهور في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث وضع شروطا لمخالفة أهل الكتاب نعم وسبب ذلك أن المخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد وإلزامهم بالجزية والصغار فلما كان المسلمون في أول أمر ضعفاء لم تشرع المخالفة لهم فلما كمل الدين وظهر وعلى شرع بذلك وهذا وجه آخر من بيان الحكمة في البقاء على ما كان عليه أهل الكتاب في أول الأمر أنه لما كان المسلمون في حالة ضعف كانوا يتألفون أهل الكتاب ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم إلى الإسلام وكان يتألفهم ولما قوي الإسلام ولم يبقى فيه مطمع لليهود ولا للنصارى عند ذلك تميز الإسلام وأمر بمخالفة غير المسلمين ترجمة نانسي قنقر